طبعا مساءكم الله بالخير يعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة فانتوم برمز الافتي ام سعر صفر فاصلة تسعة اربعة ارتفاع العملة من نسبة سبعة بالمئة ماركت كابة ثنين مليار ستمية مليون تقريبا برانك ثمانية واربعين بوليم يومي اربعمية ثمائية ثلاثين مليون تقريبا طبعا لتتابعنا اول مرايا مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل عملات ولحط صفقات ايضا وعندنا خدمة منتدارة وايضا ايضا ايضا ح farming الاحساب طبعا مخلاف صفقات يعني ما شاء الله ما شاء الله الناس عندنا يعني ارباحهم جدا طيب. هنا بعد واحد ما شاء الله سباة عشر الف بخلاف ايضا يعني انا لو اروح فوق شوي هنا ما شاء الله تسوي عشرين الف دولار طبعا كل هذا في خدمة دارة الحساب بخلاف اللي هي صفقات الفيوتر مني عندنا واحنا روحان الفين ومائتين تقريبا بنسبة ثلاثمية وثمانة عشر بالمئة المهم طبعا لو نشوف هذا تشارك عملتنا في عملة الفانتوم كنا حاطين صفقة في المرة الاخيرة لما نزلنا تحليل للعملة تقريبا حتى كنا ذاكرين ان العملة مجرد ما تغلق يعني نوني شوف مبدئين قبل ان نعرض الفيديو احنا العملة تقريبا بترند هابط صار لها ممكن قرابة اللي هو من اربعة ابريل الفين اثنين وعشرين والعملة تمشي بترند هابط حاولت مرة حني وفشلت يعني حاولت اكثر عن مرة مرتين ثلاثة اربعة وكل مرة تفشل حتى خمسة فشلت بعد ذلك صار كسر بعدت اختبار ونجحت في اختراق المتوسط الاسميتين وبعد ذلك رجعت فقدت اللي هو كان اختراق وهمي ورجعت اسفل متوسط الاسميتين بعد ذلك وننشوف هني نحن كنا بنزلين فيديو على هالمستوى تقريبا في 12 فبراي تقريبا انقلنا في حال العملة غلقت فوق المتوسط الاسميتين العملة يعني متروح بيد خلنا نشوف الفيديو نرجع الكبر مثل ما اوداكم طبعا نشوف العملة راح تحقق الهدف هذا ان شاء الله مجرد ما تغلق اعلى الترند او اعلى المتوسط الاسميتين هني اه ميتين في شمعة الاسبوع وحتى بيكون افضل لو اغلقت شمعة اليوم فوق صفر فاصلة اربعة ثلاثة راح تشوف العملة في ارتفاع المهم طبعا لو نقول هدف اول تقريبا بيكون على سعر صفر فاصلة اربعة اربعة هدف ثاني صفر فاصلة اربعة سبعة هدف ثالث صفر فاصلة خمسة واحد هدف اللي عقبه صفر فاصلة خمسة ستة الهدف اللي بعده صفر فاصلة ست ستة هدف اخير صفر فاصلة ثمانية اثنين طبعا هذي هدف العملة في هذه الصفقة طبعا نحن كنا نحطين هذا أهداف مبدئية للعملة طبعاً الأهداف كانت هذا تشارت لأحد الشباب اللي عندنا في خطنة دارة الحساب مكملين معاه في الأهداف طبعاً هدفنا كان لهذا المستوى تقريباً ما شاء الله يبنى الأمية بالمية وأكثر حتى الآن يعني ممكن أن نحن الحين في ربح 140% في العملة هذه المهم ما شاء الله الحمد لله الله يزيده بارك ويستهنوا اللي يدخله معنا تقريباً خذت تقريباً سبوع سبوعين ثلاث أربع سابع خلال شهر دابلت مع الشباب يستهلون المهم مبدئياً لو نشوف العملة تقريباً لو نقدر نقول العملة حالياً مقاومة جداً عنيدة أنا نمسح كل شيء عشان تقريباً يكون أفضل حيث أنه نقدر نشتغل على بياض على بياض مصيبة الجملة هاي المهم فتقريباً أنا أشوف العملة يستشكلنا نموذج الدبل بوتم نموذج القاعين كيف يعني نموذج القاعين طبعاً لو نشوف العملة بدأت من هنا تقريباً بنقول في هذه المستويات بعد ذلك أعطتنا هنا خط العنق تقريباً لهذا المستوي خط العنق بعد ذلك رجعت أعطتنا قاع ثاني أعطتنا صعود يعدت اختبار تقريباً هنا فشلت لا حتى مش هذا يعدت الاختبار عفواً هنا قاع أول صعود قمة قاع ثاني هنا بدأت تحاول صح صعود هنا صار خط العنق بدأت تصعد يعني تقريباً لوني يشوف نكلاين هنا للعملة تقريباً ودوم العملات الميم أو عملات الرقمية شوي لشارت ما لها يعني مش نفس العملات الثانية في اللي هو الشركات والآخرة الفوركس فيكون شوي الشكل معوق هاي معلومة من عند أحد الشباب الخبرة ما شاء الله هالموضوع المهم فمبدئاً ثواني بس ثواني 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 يعني أنا بالنسبة لي العملة هدفها الآن بيكون اللي هو هذا السعر بحيث أنه هي رايحة لسعر اللي هو عشان تشكل نموذج الدبل بوتوم شذي شذي مرة أخرى سواتي عادت اختبار لخط العنق نفسه وتستمر في الصعود وهذا نفسه اللي نحن نحن نتكلم فيه هبوط صعود هبوط صعود هني تقريباً نقدر نقول عطتني عادت اختبار عن نيك لاين وبدأت تستكمل الصعود المهم فمبدئياً لوني نقول هدف العملة الحالي بيكون على سعر اللي هو دولار فاصلة تقريباً بنقول دولار فاصلة ستة ثمانية تقريباً دولار فاصلة ثمانية لكن أنا أشوف فيه شيء آخر تقريباً في منطقة عرض وهذه اللي تخلي العملة توقف يعني بتعتبر أقوى المقاومات في العملة حتى الآن يعني منطقة مقاومة عنيدة في العملة يعني توقع العملة يعني صعوبة جداً أنه يتم الأغلاق إذا تم الأغلاق فوقها أنا بلسمي هذه العملة بتروح بعيد شو اللي خلني نقول منطقة عرض وني شوف هني مرة أولى مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة في التصحيح ثادسة سابعة سبع مرات العملة تفشل في الإغلاق أعلى هالمستوى مرة واحدة تم اختراقها واللي هي هذي يعني لو نحسب مبدأين قبل هذا عشان نوضح وين أماكن اللي هو تم الاختراق يعني شوف هني هذا واحد ثنين ثلاث أوكي هذي أربع هني خمس وهني ست سبع هاي سبعة حلوين لو نقول المرات الفعلية اللي تم الاختراق فيها بنحط باللون مثلا الأصفر هذي واحد الشمعة خضر عودة وني حمر عودة فقط والآن العملة هني يعني ممكن هني صير اختراق في هذي يعني حاليا نقدر نقول اختراقين فعليين بس كانوا بوليوم جدا عالي واحد اثنين تم كسر هذي المنطقة فعشان شذي أنا أقول هالمنطقة جدا عنيدة نحتاج أغلاق وقه المستويات أغلاق سبوعي عشان يكون أفضل كل ما راح نعم لشمعة أبعد بيعطينا شكل نموذج الأغلاق السبوعي بيكون تقريبا يوم الاثنين القادم يعني بعد ستة أيام وثمان ساعات نحتاج أن نكون نشوف العملة فوق المستوي يعني يكفي أن نشوف العملة تغلق فوق هذا السعر اللي هو بيكون على سعر صفر فاصلة ستة صور فاصلة عفوا صور فاصلة تسعة ستة خمسة تقريبا تغلق العملة على هذا السعر أنا بالنسبة لي العملة راح تستكمل صعودها وبتبدأ تروح لهدف اللي هو تقريبا بيكون دولار فاصلة تقريبا متما قلنا دولار فاصلة ستة ثمانية أنا نحت صفقة ما بدأين الصفقة بتكون معي عادة الاختبار ما ندخل الحين ممكنكم حتى عادة الاختبار توصل اللي هو الستوبلوز بلستوبلوز يعني ثلاثين بالمئة يعني حق السبوت ما ايدي حق ستوبلوز حق الفيوتر ستوبلوز والسبوت ممكن يعزز في كل قاع يعني إذا دخل الحين ما يعادة الاختبار يكون عنده كاش يخلي كاش زيادة نزلة العملة يعزز نزلة العملة يعزز كل ما تنزل يعزز يعني عشان ما يكون في خسارة أساساً بس الأصحاب هم اللي بيكونون في رسك وطبعاً العملة في ربح نقدر نقول تقريباً اللي هو أربع سبعين بالمئة في حال تحقق هذا الشرط فأنا بالنسبة لي نظرتي للعملة بهذه الطريقة في حال يعني وصلت لهذه المستويات راح تكون بهذه الطريقة طبعاً الستوبلوز أول شيء خلنا مدام الصفقة في حال اخترقت وعراتنا عند الاختبار ندخل حتى شمعة الأربع ساعات تكفي مبدئياً بس الشمعة الأسبوعية تأكيدية دايماً الشموع الأكبر أقوى وتأكيدية المهم فبيكون العذب اللام الشيطان عفواً الستوبلوز بيكون على سعر اللي هو 0.65 تقريباً الدخول بيكون على سعر 0.965 تقريباً هدف أول بيكون على سعر دولار تقريباً هدف ثاني دولار فاصلة واح ستة هدف ثاني دولار فاصلة ثلاثة اللي بعده دولار فاصلة أربع ثمانية هدف أخير بالنسبة لي اللي هو دولار فاصلة ستة ثمانية تذينكم خلصنا يعطيكم العافية اللي تابعنا أول مرة أو تابعونا على قناتنا في تليجرام لأنه هي أهم قناة حدني يعطيكم العافية مفجي خير